انطلقت فعليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك 5 الذي تنفزه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية ويستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية ويعد التدريب المشترك تابوك 5 واحدا من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية ويأتي تأكيدا على عمق علاقات التعاون العسكري وتنامي الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة وأكد قائد القوى المصرية المشاركة في تدريب على أهمية التدريب في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع معدلات الأداء القطالية مؤكدا على ثقته في جهازية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشتركة باحترافية وكفاءة عالية ترجمة نانسي قنقر